قالت وزيرة الاقتصاد والمالية سيدة نادي فتح العلوي إن استراتيجية التمويل المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية وأبرزت سيدة العلوي أن هذا المشروع ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية الهدف من هذا التدبير الجديد في قانون المالية باش نحافظوا على الجوهر وعلى الفلسفة دياللوتون انتخبخنر ماشي باش نزيتوا في الدرائب وباش نبقاوا ما تكونش هاشاشة في التغيل وشفنا وقت الأزمة لكي يدعوا للناس الأولين هما هادوك اللي ما عندهم شواسيلة أنهم باشي يحافظوا على واحد المدخول كما ذكرت سيدة العلوي أن الأمر يتعلق بالتحكيم بين السوق الداخلية والسوق الخارجية مشيرة إلى أهمية الخروج إلى الأسواق الخارجية لتأكيد رغبة الأسواق في الاستثمار في المغرب ومن جهته وبنفس المناسبة قال الوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية سيد فوز لقجع إن الحكومة تعتزم الانتقال من دعم غاز البوطان إلى تقديم الدعم المباشر لمواصلة مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية هذا هو التحول العميق اللي كناخد دامين عليه منذ سنين أننا ندوزو من اليوم لكومبونساسيون تاع البوطان إذن الاختيار اللي كان واش نحافظوا على هاد السيستام اللي في هاد الدعم اللي يمكن هادك الأسرة الفقيرة اللي هشات يستعملوا واحد لبونبون ولا قعمة يوصل لها ولا نمشيوا للدعم المباشر نقبطوا ذلك الفلوس كلهم والذي نزيدوا عليهم ونحولهم مباشرة لذلك الأسرة واشدد الوزير أيضا في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركة القبرى والتي تسجل ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35% وضمنها تلك التي تمارس أنشطة في وضع احتكاري موسيقى